ما للمرشات النهاردة. لا يوم كاريسي على القرى المصرية. اه. يعني باي حال. وبدك نزهر ايه اللي جاي. ايه الشكل اللي جاي. طيب نبتدي كابت المرش الاهلي لان هو الحدث الاقرب بالنسبة لنا ولسه شايفين. هسأل حاجة قبل ما انره. قبل النادي الاهلي والكلام. ليه اختيارات يا فاروق. اه. الاختيارات يجننوك. واحد فشك في الدورة الممتاز وبجبوه يمسك منتخب مصر الاول. يبقى هل الناس دي عندها رؤية? هت. الكرة هتتعدل في مصر ازاي? اه. يعني قل انت بقى لما يكون واحد فاشل في الدورة وبيخسر من اينا وبيخسر من اينا وما اخدش الطولة زي ما انت بتقوله لازم ياخد بطولة. طيب ما فيه مدربين واخدين بطولات. وشباب. اه. يعني انت لو جبته اليوم ما هتتكلم تقول ايه? ده واخد بطولة. دوري ولا كاس ولا كلام ده. اولا حاجة. انا شخصيا عقل مشوش. من طريق الادارة في مصر بشكل ما في الادارة الرياضية. متعرفش ايه اللي يردي مين? ونبقى ده. ولو جبت ده يردي ده ولا ده اه يردي التاني. انت عارف? الامور متضار بشكل ممكن يكون فيه. المجاملة. ما هي بقى المجاملة دي? لو قطرنا المجاملة دي. اه. اكسم بجلالة الله. اه. هتوصل كاس على كل دورة. بس تحط الراجل المناسب في المكان المجاني. وتحط لوائح. مفيش ما ينفعش ان انا هكون اعود مجلس دارة في حتة تانية وباطلع هنا وبشتغل هنا وبشتغل هنا. ده دي كارسة بقى. وحاجات تسيك جدا. دي 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 كوارس برضو من دمن الكوارس يعني هو فضيلك. ما هو لازم يلقى اترزه. اطلع في الرادي واطلع في التلفزيون بالليل. ويبقى عدو مجلس ادارة في نادي. قل بقى لك يا قابطر ده كمان المديرين الفنيين لما حداك بتيجي تقول مدير الفني يجي يمسك منتخب الامبي. يقول لك لا ده ده نجم كبير ما يمسكشي وقليل عليه انه يمسك الخدير الفني منتخب الامبي. يا باش اما انت لما تمسك المنتخب الامبي. ولا قطاع الناشئين. انت بتأسس للعيب صاح. النهاردة لما اللعيب الصغير ده او الناشئ. ويشوف نجم كبير. بيمررني. اكيد هاعرف وهافهم انا عايز ايه او محتاج ان انا اتحرك ازيه. مشكلة كمان في قطاعات الناشئين. فيه كدير. قطاعات الناشئين بالنسبة للاندار. احنا 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 اطلعنا. لقينا كابتن مختار مختار. كابتن احونا بالباقي. يعني اسماء. كابتن شطة. لما تشوفها. او. لما تشوفها تتخض. بالزبط. ما بالك لما يدربك. عندما انت دلوقتي تروح الاهل والزمالك. وهاتلي يعني اللي مسكين هنا ومسكين هنا. مش تعرف حد. يبقى انت هتطلع ناشئ ازاي. دي رقم واحد. رقم اثنين. مع مع العلم طبعا. يعني العلم مهم جدا. وانا نجم كبير. والله حتى لو مش علم. والله. بس 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 بس. هقول لحضرتك اتطور بالعلم. استنى بس استنى. فنجم كبير. مع علم. حطه في المكان. يا حبيبي بس. لكن نجم كبير. من غير علم من غير تلنت. كل الكتاعات بيتشعموا جاملات. ما فيش حد دلوقتي بيشتغل في الكورة من غير لما يكون عنده علم. خلني بالك. بس هي المشكلة ان الناس المحترمة بتبقى بعيدة عن الاختيارات. عن الاختيارات. اه. صحبايا ما انا قلت لك يا موضوع من. يعني. انت في الشلة انا مش في الشلة. طب وينفع. اربعة خمسة هما اللي متحكمين في الكورة في مصر. ده. مين اللي جاب كلاتن بيرد. مين اللي جاب المدرب اللي هو بتاع اه. المنتخب الاولمبي. مين اللي جاب اه. فيتوريا. واخد دلت. وكلهم سمك لابن طمر همدي. وساعة لما هيخسروا اي بطولة. سلام. كل واحد هياخد شنطته ويمشي. زي ما كيروش عمل. زي ما قبل كده اه كبر عمل. زي 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 زي. لا احنا عايزين. احنا عندنا. بس المشكلة ان انت ما بتجيبش الراجل المناسب في المكان المناسب. عارف ليا كم تدع. عارف ليا فروه. قبل ما اروح للاه. عارف ليا لا. عشان الحب والكر. لا. ومش. وشلة. ومش في الشلة. وده حبيبي وده مش حبيبي. ايو تم اي كده. وانا عشان بحبك. طب وده ينفع. وده ينفع. يعني ده ينفع في الكرة في مصر. وتيجي تقولولنا بعد كده هي مصر ما بتروحش كاس عالم ليه. بهمتوا السبب. الاختيارات من الرأس من فوق. اه. يعني من الاتحاد الاول. وبعد كده بقى خش على الاندية. اه. انما طول ما احنا كده والله ما هنبصل حتى ناخد دورة رمضانية. اه.